أثارت زيارة رئيس الخزين الفرنسي إيمانويل مولان الملقب برجل الأزمات إلى تونس جدلا كبيرا ومخاوفا من دخول البلاد لنادي باريز بسبب عجزها عن تزديد ديونها وبسبب توقيت الزيارة والتكتم عليها من قبل السلطات التونسية وكان موقع أفريكا انتليجنز كشف عن زيارة لإيمانويل مولان إلى تونس منذ ثلاثاء الفارد وحسب ذات التقرير فإن مولان سيجلس مع مسؤولين من بينهم محافظ البنك المركزية ووزيرة المالية سيهان بوغتيري من أجل حث تونس على خوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض وكان صندوق النقد الدولي قد طالب تونس بإجراء إصلاحات عميقة جدا من أجل الحصول على دعم مالي في وقت يعاني فيه البلد من أزمة سياسية على خلفية إجراءات سعيد زيارة تثير تواجس خبراء الاقتصاد إذ اعتبر الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الدماسي أن تواجد مولان في تونس يدل على قرب دخول تونس لنادي باريز وهو مؤشر على أن هذه الدول لم تعد تثق في النازهة المالية للبلاد منوهن إلى أن هذه الخطوة تسبق نادي لندن الذي يرموز إلى إفلاس الدولي وإضمحل لمصدقيتها الاقتصادية وللإشارة تدعى الدول إلى نادي باريز وهو مجموعة مالية دولية مختصة في إعادة جدولات ديون البلدان المفلسة الذي يضم الكيانة الصهيونية كعضوة عند عجزها عن سداد ديونها وقد مرت بالنادي دول عدة منها روسيا ومصر والمغرب والعراق والأردن والسودان عدد من الخبراء اعتبروا أن نادي باريز لم يكن أبدا وسيلة للإنقاذ بل هو مدخل لسلب الدول لسيتتها على قراراتها الداخلية ومزيد بسط النفوذ والسيطرة عليها قبل تحويلها إلى مستعمرات بدوره يعتبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع نيفر في تدوينة له أنه رغم كل المؤشرات الخطيرة وشبح نادي باريز فإن تونس اختارت سياسة النعمة معتبرا أن عديد الدول المؤثرة في أخذ القرار في صندوق النقد الدولي والمانحين غير راضين على أداء قيس سعيد ويشترطون تحسن المناخ السياسية من جهته يعتبر مؤسس الحزب الاشتراكي محمد الكلاني أن زيارة إمانوال مولان تطرح فرضيتين مؤكدتين وهي إما أن الحكومة التونسية تستعد للذهاب إلى نادي باريز أو أن فرنسا تلعب دور الوسيطة وأوضح الكلاني أن بعض المؤشرات تفيد بأن فرنسا دخلت على الخط كضامن لاتفاق جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي لإيجاد حلول للمالية العمومية منويهن إلى أن تونس يمكن أن تعيش السيناريو اللبناني في ذل الوضع السياسي الاقتصادي الحالي محملا رئيس الدولة والأحزاب والحكومات مسؤولية الوضع الحالي للبلاد فهل أعلنت تونس فعلا إفلاسها؟ وما الذي ينتظره سعيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي والعودة إلى المصار الديمقراطية رغم صيحات الفزع التي أطلقها الخبراء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر